موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في البوصلة سبع سنوات على حرب اليمن ما الذي لم نقله بعد ماذا قالت حرب اليمن لجوارنا الخريجي وللعالم وأحداث العالم من حولنا شرقا وغربا حتى أفغانستان ما الذي تقوله لليمن النخبة اليمنية صحفيون وباحثون ممن التقوا نخب العالم العربي ونخب العالم هل قالوا كلمتهم في شأن حرب اليمن كيف يفكر صحفي ونخب اليمن نتوقف اليوم مع ميساء شجاع الدين الصحفية والباحثة اليمنية التي خبرت اليمن وعملت في ملف اليمن دهرا وتلتقي نخب العالم أيضا ميساء شجاع الدين أهلا بك ضيفة رفيعة القدر والمقام سعيد بوجودك ما يوميساء شكرا ميساء سبع سنوات على حرب اليمن أين نحن اليوم؟ أين هي اليمن بعد سبع سنوات؟ هو طبعا الوضع أسوأ بكثير ما كنا نتخيل أو أسوأ بكثير ما كان في لحظة قيام الحرب أقدر أقول على المستوى العسكري الحبشي بمتوقفة من بعد اتفاق السكون وكل اللي بيحدث عسكريين هو تقدم للحوثي على المستوى السياسي اليمن بتزداد انقسام الحوثي بتزداد سيطرتها على مناطقها بينما المناطق الخارج سيطرت الحوثي تزداد انقساماتها السياسية والفصائل تزايد وتتوالد وتتناسل فصائل جديدة هذا الضعف الشامل بيزيد من تقوية الحوثي فأتصور أنه حاليا الأمور بدأت تتجه لصالح الحوثي بشكل واضح هل تتجه الأمور لصالح الحوثي في اليمن بطريقة عشوائية أم لأن الحوثي أكثر فهما لإدارة الصراع والنزاع أم أنه ثمت سيناريو لما نفهمه نحن في إدارة شؤون اليمن حتى اليوم منذ اندلعة الحرب على مدى سبس سنوات هو أولا الحوثي يستفيد تماما من أخطاء الحولها من ضعفهم من فشلهم من إنقساماتهم كل شيء في النهاية صب لصالح الحوثي إضافة إلى أن الحوثي نفسه حكم تنظيمة وحدتها التنظيمية وجود قيادة لديه هذا بيعطي له ميزة لا يمتلكها الآخرين إضافة أنه ورث مؤسسات دولة ورث إمكانيات دولة المناطق التي سيطر عليها بيغلب عليها الطابع القبلي جزء كبير منها مش كلها فبالتالي هذا أيضا يساعدها فالحوثي ظروف كثيرة بتساعدها أهمها أهمها ضعف خصومة يعني أهمها على الإطلاق ضعف خصومة تخبطهم عدم وجود أجندة واضحة لهم عدم وجود خطط لهم عدم وجود أهداف لهم يعني قد كثير من الحكومة الشرعية تقريبا قد وطنت نفسها إنها لن تعود اليمن يعني كأشخاص هم صاروا موطنين نفسهم منهم لن يعودوا اليمن وصار فيه تسابق على جمعة ثروات للعيش خارج اليمن والترتيب أوضعهم خارج اليمن الفساد الذي أسقط الرئيس الأفغاني هل هو ذاته الفساد الذي سيسقط الرئيس اليمني عبد الربو مصور هادي ممكن جدا يعني في النهاية التحالف لن يستمر إلى الأبد في هذه الحرب والحرب بهذا الوضع بهذا الطريقة التي تسير بها انعدام الثقة بين الطرفين انعدام التواصل بين الطرفين أتكلم عن الطرفين طرف التحالف وطرف الحكومة إضافة إلى انعدام الرغبة في إنجاح الحرب أو في وكفها فالأموم أنتم الصحفيون والباحثون الذين تلتقون العالم وتفهمون ما يقوله العالم عن حرب اليمن هل تعتقدين أن هناك صورة واضحة لحرب اليمن لدى العالم؟ لا بالتأكيد العالم أولا لا يهتم بحرب اليمن إلا من زاوية السعودية اليمن بالمسبة له هي جنوب السعودية ولا زالت حتى الآن هي جنوب السعودية حتى من يتحدث عنه لابد من وكف الحرب لأنه الأوضاع الإنسانية في اليمن وهذا الأمور هو مشكلة أن الأوضاع الإنسانية أو الكارة الإنسانية تسببت فيها السعودية لكن لو تسبب فيها طرف آخر فهو لن يكون مهتم أصلا باليمن فلازالة اليمن في نظر العالم دائما هي جنوب السعودية والمسألة موقف الناس من حرب اليمن عادة هو موقفهم من السعودية أكثر من موقفهم من اليمن فليمن عادة لا تهم العالم ممكن سواحل تأمين الساحل هذا المهم المصالح الدولية بالضبط يعني مش أكثر من كذا لكن عموما التغطية الإعلامية الحرب اليمن هي عادة يغلب عليها إن السعودية بتحارب في اليمن وليس إن الحرب في اليمن موجود في الحرب يا أستاذة ميساء تتفقين مع من يطرح بأنه نخب اليمن الصحفيين الباحثين المثقفين لم يلعبوا أي دور لصالح القضية اليمنية لا في توضيح الصورة للعالم ولا لإظهار كم هي اليمن في لحظة بائسة تحتاج إنقاذ بالنسبة للعالم لو هنتكلم على العالم الغربي وعادة عموما كانت الصحفين اليمنين والباحثين كان حضورهم أصلا ضئيل جدا من قبل الحرب يعني كان يكاد يكون غير موجود وكانت دايما العالم الغربي دايما يمنية وروايةهم الصحفين الغربيين ليأتوا زيارة اليمن الباحثين الغربيين وكان الإنتاج الذي يأتي من اليمنين أو يعني رواية اليمنين لأنفسهم كانت عادة مش موجودة أو مش واردة بشكل كبير يعتمد على حسب شطارة الصحفي أو حسب شطارة الباحث حاليا بدأت تظهر أصوات هذا مهم إننا نلاحظ إنه بدأت إلى حد ما تظهر أصوات يعني إحنا بداية الحرب كنا نتكلم فقط كان الحديث السعودية وإيران في اليمن السنة وشيعة كانت هذه الرواية الأساسية اللي كان يتبناها الإعلام الغربي الآن بدأ نوع من الروايات الأخرى تبدأ تظهر هذا لها علاقة بأن اليمنين بدأوا يظهروا وبدأت أصواتهم تطلع أكثر وهذا يعتبر تقدم في هذا المسار أعتقدين أن الصوت اليمني لصحفي لمثقف لمبدع له حضور في أي وسيلة إعلام غربية أو أي مؤسسة بحثية أو صحفية في العالم بمعنى آخر ألا تعتقدين أن الصورة اليمنية تقريبا غامضة لدى العقلية الغربية لدى النخبة الغربية من يعبأ بمشهد اليمن في العالم ولدينا صحفيين وباحثين ونزور عواصم ومدن العالم ومن يعبأ بما يجري في اليمن هي هذه الإشكالية الأكبر يعني مثلا أنا لو تكلمت عن اليمن بتعقيداتها من سيقرأ هذا المقال أو هذا البحث لكن لو تحدثت عن الصعودية المسألة تبدو أكثر جاذبية لو تحدثت عن إيران المسألة تبدو أكثر جاذبية لو تكلمت عن شيعة وصنة المسألة تبدو مفهومة أكثر لهم لكن لما تكلم عن تعقيدات أكثر من كذا أعمق من هكذا المسألة تبدو غير مفهومة فهذه إشكالية إشكالية أنهم العالم الغربي أولاً اليمن بالنسبة لجديدة وكانت دايماً المنظور لها أمني تنظيم القاعدة وكانت الأمور واضحة أيام علي عبدالله صالح كانت اليمن تشبه دول عربية كثيرة كان رئيس يحكم ورئيس فاسد وديبتاتور وإلى آخره لكن الآن المسألة صارت أكثر تعقيداً فمن يستطيع أن يشرح كل هذه التعقيدات هل الصورة لديك واضحة بأنه يكاد يكون الحوثي في طريقه لينحو نحو مشهد أفغانستان في اليمن؟ التحالف سيتي يوم ويوقف الحرب هذا أكيد لكن هل الأطراف الأخرى مستعدة لهذه اللحظة؟ لا أتصور إلا الحوثي الحوثي هو الطرف الوحيد المستعد لهذه اللحظة الحوثي يستطيع أن يتمدد عسكرين في كل اليمن عمليين لا توجد قوة عسكرية تستطيع أن توقفه وتستطيع أن تكون بكفاءته بدون طيران بدون طيران إذا أخرجنا عامل الطيران من المعادلة الحوثي هو القوة المحلية العسكرية الأكبر داخل اليمن والذي يستطيع أن يشتاح اليمن كلها لكن هل يستطيع أن يحكم خارج مناطقه؟ هذا هو السؤال هو يستطيع أن يمتد عسكرين هل هو مؤهل لحكم أي شيء في العالم مناطقه أو غير مناطقه؟ أنا لا أبالغ والله أنا أتسأل بمسؤولية وطنية هل يعني يمكن أن نأمن إذا حكم الحوثي؟ لا يمكن أن نأمل إذا حكم الحوثي يعني بالتأكيد الحوثي طبيعة حكمة طبيعة هذه جماعة ماضوية يعني جماعة بتستند للماضي وهي حاليا غير معنية لا بقضايا الطبيعية أن تكون أي منظومة حكم معنية فيها تقديم خدمات للناس هم غير معنين بذلك المدارس أغلقت أو صارت خصصة التعليم بدأ يخصص في اليمن بحجة أنه لا توجد مرتبات المدرسين فهم عوضا عن أنهم يدبروا مرتبات المدرسين قرروا أنه هذه مسؤولية الطالب التعليم الصحة في تدهور مستمر فبالتالي الحوثي غير معني بهذا كله الحوثي غير معني لأنه هو فعلا غير معني هو معني بأنه يطور من قدراته عسكريا وهذا هو أجندته هذا هو نمط تفكيره في الأخير إحنا بنتكلم على ناس كلهم جايين من خلفية عسكرية بما فيهم عبد الملك الحوثي شخصيا يعني عبد الملك الحوثي لم ينخرج في التعليم الرسمي الحكومي هو تعلم تعليم ديني على يد أبوه يعني حتى حسين الحوثي وفي حوزات قوم في إيران مش متأكدة من هذا تماما لكن حتى مثلا حسين الحوثي دخل في التعليم الرسمي نسبيا يعني مارس سياسة كعضو برلمان لكنه لم يمارس سياسة هو أول ما انخرط في العمل العام انخرط في حرب أنت بتكلم على الآن كل جيادات الحوثية من الصفة الأول كلهم كانوا منذ هم مراهقين وأطفال من سنة 2004 اللي بداية حروب صعدة هم كانوا مراهقين أو شباب صغر أو أطفال حتى وهم في حالة احتراب دائم حتى الآن فانت بتكلم على جماعة 17 سنة هي لا تعرف شيء غير الحرب طيب إذا كانت طالبان بكل التاريخ القبيح المرسوم عنها الآن تستلم أفغانستان وتسيطر على الرئاسة نتيجة قوتها العسكرية ونتيجة فساد الرئيس السابق حسب ما ينقى لنا هذه الصورة التي تقدم لنا الحوثي يتضخم عسكريا والشرعية تزداد فسادا هل الصورة تأخذنا إلى مشهد قادم يأتي فيه الحوثي لحكم اليمن وهو غير جاهز لحكم البلد ولا يطمن بلده ولا يطمن العالم إلى أين تمضي اليمن مع هكذا سيناريو العالم يعني العالم بالتحديد نحن نتكلم عن العالم نحن نتكلم عن البحر أهمية العالم مهتم بالبحر بالساحل البحري في اليمن تأمين خطوط الملاحة والسعودية مهتمة بتأمين حدودها وهي وعمان هذا كل هذا كل العالم لليمن هذا كل العالم بالنسبة لليمن أيضا طبعا عدم نمو جماعات المضطرفة وهذا ملف عادة منخرط فيه الإمارات بالقوات الموالية للإمارات حتى الآن إذا الحوثي تعهد أنه ممكن يكون هو حتى عقائديا هو أفضل من يحارب القاعدة في اليمن مثلا وإذا الحوثي تعهد بأنه لن يهاجم السعودية على حدودها وسوف يؤمن الملاحة خطوط الملاحة تقصدي أن هذا كفيل بأن يطمن من يفترض أنهم العالم بضب يعني ممكن جدا يعني ممكن جدا أن العالم يشوف أنه لكن هنا الحوثي قادر أن يطمن أن يطمن أي أحد في الدنيا الحوثي قادر يلتزم بتعهداته طالما في مصلحة له وهو طالما هو ليس في مزاج أنه يدخل في مواجهات إقليمية فبالتالي هو ممكن يلتزم بهذا الشيء فبالتالي أتصور أنه ممكن يعني هذا أمر مختلف عن التزاماتها المحلية لأنه على المستوى المحلي الحوثي يستند على قوتها العسكرية وهو يشعر أن قوتها العسكرية أكبر بكثير من الآخرين فهو ليس ملزم بأنه يتعامل مع الآخرين هل هناك ما قالته الحرب لليمن والمنطقة العربية والعالم بعد سبع سنوات أم أن حرب اليمن لا تصنع نص لا تصنع خطاب لا تقدم شيء يفهمه العالم هذا صحيح يعني لما نيجي نتكلم عن حرب سوريا وحجم الاهتمام الإعلامي فيها وحجم الإنتاج المعرفي الذي خرج عن حرب سوريا حتى الآن لا توجد كتب عن حرب اليمن لا أحد يعرف ما الذي حدث بالضبط في اليمن لا زالت مجهولة بالنسبة للآخرين بما فيها الدول المنخارطة في اليمن يعني بما فيها دول الخليج المنخارطة في اليمن يعني بعد إذنك سؤالي سببه وأنه ما أن هبت هذه الصورة الكبيرة في كابل في أفغانستان حتى قرأ للمشهد في اليمن المشهد في اليمن على مدى سبع سنوات من قرأه غير اليمنيين؟ أعتقد أنه قليلين اللي اهتموا بقراءتها أفغانستان أنت لا تنسى أنها كانت مركز للقاعدة و11 سبتمبر وتدخل أمريكي ضخم وتدخل الناتو كلها يعني حلف الناتو كان هذه واحدة من أكبر عملياتها العسكرية فبالتالي الوضع مختلف لما نتكلم عن أفغانستان شيء مختلف أنت حجم الدول الكبرى المدخلة في أفغانستان كبير يعني حتى الصين والهند مدخلة في أفغانستان يعني روسيا مدخلة يعني لها ما يهمها داخل أفغانستان فبالتالي اليمن مثلا لا يحد معني فيها بالنسبة لأمريكا اليمن هي ملف في السعودية بدرجة أساسية بالنسبة لبريطانيا هي ملف في السعودية بدرجة أساسية يعني الكل يتعامل مع اليمن باعتباره ملف في السعودي فالماضع مختلف الوضع الجيوسياسي ممكن نقول مختلف ما بين أفغانستان واليمن واهتمام العالم طيب إلى من يجب أن تنتجه أنظار اليمنين برأيك؟ من يملك أن يقدم شيء لمصلحة اليمن؟ إقليميا أو دوليا أولا لا بد أن اليمنين يدركوا أن مصلحتهم تبدأ من أنهم يتجهل أنظارهم لنفسهم عليهم أن يقرأوا واقعهم بشكل واضح أن العالم لن يتعامل معهم كعمل خيري يعني كثيرين من من هللوا لتدخل التحالف كان متصور أن لدينا مصلحة مشتركة مع السعودية وإلخي هذا الحديد كان موجود كان مطروح بقوة كان فيه ناس مؤمنين فيه فعلا لكن لا أحد يتدخل كأنه عمل خيري الآن كثير من المجلس الانتقالي بيحاول يقنعنا أن الإمارات تتدخل بمنتهى حسنية مثلا بعد كل ما جرى في اليمن من تجارب بعد كل ما جرى في اليمن من تجارب وغيرها من دول يعني الإزقاطات كثيرة عمان قطر الكثير المتدخلين في اليمن هذا إضافة إلى إيران يعني فالكل بيتدخل في اليمن إيران لعب رئيسي وأساسي الكل بيتدخل في اليمن لصالحة لكن فيه فارق مهم لازم نميز ما بين الدول المجاورة والدول البعيدة يعني مثلا إيران أو غيرها من الدول التي ليست لديها حدود مباشرة مع اليمن هي في النهاية ممكن تقامل في اليمن حتى كافة ما شاءت في النهاية اليمن بعيدة عنها برأيك هل الشعب اليمني ونخب اليمن استوعبت الدرس بعد سبع سنوات من الحرب أم أن سبع سنوات تظهر أن الحرب لا يزال عظمها طريا وأن اليمنيين آخر من يفهم ظروف بلدية في الحياة أتصور أنه لازمنا بعيد الفجوة كبيرة ما بين النخبة والناس حاليا يعني صارت هناك فجوة حقيقية ما بين النخبة والناس كثيرين من من يعودوا من عدن يقولوا أنه الناس صارت صارت عندها شعور بالسأم من الصراع ما بين الحكومة والمجلس الانتقالي وهم لا يثقون بالطرفين الناس كثيرين داخل صنعاء سأموا من وضع مع الحوثي من سيطرة الحوثي لكنهم لا يجدون بديل ولا يستطيعون أن يقولوا رأيهم والناس واضحا أنه في عندنا إشكالية في إفراز نخب جديدة والشارعية طبعا في حالة اغتراب حالة اغتراب مستمر يعني يبدو أنه أصبحت من قرار سياسي أو من قرارات سياسية مؤقتة ويعني ضعف إرادة سياسية إلى قرار سياسي نهائي أو رغبة نهائية أستاذ ميسا هذا يأخذنا إلى سؤال أكثر دقة الشارعية لا تضمن العودة وحوثي لا يضمن البقاء اليمن إلى أين مع هذين الفريقين؟ لماذا الحوثي لا يضمن البقاء؟ يعني في ظل هذا الفراغ السياسي المهول لماذا لا تفترض أن القوة العسكرية الأكبر هي الأكثر قدرة على البقاء؟ المسألة هي المسألة ليس في قوة الحوثي المسألة في حالة الفراغ السياسي التي نعيشها طالما نعيش في حالة الفراغ السياسي ولا توجد بدائل سياسية للحوثي أذن السلاح سيظل هو الحاكم الفعلي؟ الحقيقة حينما يقال بأن الشرعية لا تضمن العودة لأنها لا تبذل أي سلوك يجعلها تعود وحينما يقال أن الحوثي لا يضمن البقاء لأنه على عجلة من أمر لا يحمل جينات البقاء لا يضاعف الخصوم لم يخلق حالة تعاطف شعبي معه في أي مكان يستخدم نظام بوليسي قمعي وبالتالي لا تشعر أن هناك بأحاضنة له خارق قبضة السلاح هكذا سياق ألا تعتقدين أن الصورة ستولد انفجار في مواجهة الحوثي من الداخل ومواجهة الشرعية من الخارج؟ الشرعية هي مستندة على الخارج والخارج هذا سند هش الحوثي مستند على السلاح والفراغ السياسي الموجود الحوثي في عجلة من أمره هذا صحيح لكنه في عجلة من أمره في تثبيت دعائم سلطة هذا النقطة في أنه يحول المجتمع حتى يصبح شبيها له الحوثي الآن مئات الآلاف من الأطفال في المراكز الصيفية هؤلاء المئات الآلاف من الأطفال إذا تكلمنا على عشرة بالمية عشرة بالمية بس أتأثروا بما يسمعونه من الحوثي نحن نتحدث عن جيل قادم مقلق للسكينة الوطنية بالضبط إضافة إلى هذا حالة التجويع التي حادثة للمجتمع اليمني لا تجعل الناس في قدرة على التفكير على بداء الأفضل أو على هذا الشكل من الرفاهيات طيب أمام هذا المشهد العالم أرسل لنا المبعوث الأول والمبعوث الثاني والمبعوث الثالث والآن نحن أمام المبعوث الرابع هل نحن اليمنيين قرأنا دور المبعوث الأممي جيدا في اليمن أم لا نزال نعتقد بأنه هو قوة المجتمع الدولي وهو سمع وبصر العالم وهو مصدر حلول اليمن هذا إشكالي حقيقية فعلا يعني كان لما جمال بن عمر جاء كان الكل تعامل معه وكأنه مبعوث يعني ليس فقط مبعوث دولي كانه مبعوث العناية الإلهية يعني يمتلك قوة لا يمتلكها الرجل حملنا فوق ما يحتمل حملنا فشلنا وحملنا نجاحنا وهو كل شيء لا يمتلكه هو مجرد ميسر ميسر لما تريده الأطراف المختلفة وهو قادر على أنه يسر أمور كثيرة على المستوى الدولي فالذي حدث أننا أولا عولنا عليه أكثر مما ينبغي وأعتقد هذا التعويل جاء من نخبة كانت مصابة بشيخوخة واضحة وظاهرة وبتعاني من وضع سياسي غير مسبوك وهي لم تكن على مستوى التحدي وغير قادرة على مواجهة هذه المشاكل التي كانت غير مسبوقة بالنسبة لها وهي نخبة أعتادت أن تكون في موقع رد الفعل علي عبدالله صالح في لحظة اختفاءة في لحظة عدم قدرة على التحكم بالمشهد بشكل كامل كما كان رئيسا وجدوا نفسهم في حيس بيس فعولوا على المبعوثة الأممية بشكل مبالغ فيه جاءت قوة داخلية من داخل اليمن لا تعول على المبعوثة الأممية وتعول على السلاح واشتاحت الكل وأكلت كل الشي اللي هم الحوثيين الآن الحديث كل مرة عن أن المبعوثة الأممية سوف يفعل ويفعل المسألة هي متوقفة على إرادة الأطراف المحلية بدرجة أساسية وإرادة الأطراف الإقليمية المنخرطة في الحرب برأيك المبعوثة الأممية الرابعة هل يستطيع أن ينجح فيما فشل فيه ثلاثة مبعوثين سابقين؟ أتصور أنه فرصة ضعيفة الحوثي في وضعية مريحة لا تساعد أنه أو ليس مهتم أو معني بوقف الحرب هو في وضعية مريحة الحرب تسمح له بالتحشيد بشكل أفضل لديه عذر أمام الناس لماذا لا تدفع مرتبات لماذا هذه الضرائب كلها هذه الجبايات كلها الحرب موجودة هذا بيعطي لها قدرة على التحشيد بشكل كامل بتساهم في تماسك وحدتها التنظيمية على الجانب الآخر هناك حكومة مسترخية أعتادت على الاسترخاء وهي صارت الحرب بالنسبة لها هي البقر الحلوب التي تحافظ على بقاءها الجميع يستثمر في الحرب ليس في هذا شك سؤالي لك كواحدة من الصحفيات والباحثات في الحقيقة التي تعمل بشكل مركز في ملف اليمن الحرب اليمن صنعت ما صنعت في دول مجلس التعاون الخليجي وتقريبا سبب رئيسي في تمزق العلاقات الخليجية أريد أن أسألك عن المجتمع الخليجي الإنسان الخليجي في كل بلد خليجي على حدة أو مجتمعة كيف ينظر لحرب اليمن؟ أتصور أولا في كثير من الخليجين غير معني باليمن هو بعضهم ينظر إليها كعب يعني إنها إشكالية إن هذه اليمن يعني هذا كثير متكرر في كتابات كثير من الخليجيين طول عمرهم في حرب طول عمرهم في احتراب وهي اليمن لا أمل فيها يعني بلد وإحنا بس تورطنا في هذا المستنقع يعني طبعا بعضهم ينعكس عليها الإنقسامات المذهبية والإقليمية الموجودة بعض الأقليات الشيعية المنحازين لإيران طبعا هذا بينعكس على بعض الخليجيين هذا تقريبا مفهوم من يمثل يريد أن يعبر عن خطاب بلدو يريد أن يعبر عن خطاب الهوى والهوية التي يميلها هذا مفهوم سؤالي عن حجم العب والخطر الداهم للأمن القومي الخليجي وحجم المخاطر على السكينة الخليجية في حال تعظم دور جماعة الحوثين أو تعظم دور حرب اليمن أتصور أن أولا حرب اليمن سيكون لها تأثير سلبي كبير على استقرار دول الخليجية على رأسها السعودية لو سمرت أطول من هكذا وهي عمليا صارت فاتورتها الاقتصادية باهظة جدا ومكلفة وأرهقت الدول الخليجية كثيرا في وقتهم بدأوا مرحلة ما بعض النفط يعني هم مرحلة دولة الرفاه هم الآن في مرحلة انتقال لدولة ما بعد دولة الرفاه وهذه إشكالية إشكاليتها هذا الانتقال إشكاليتها مش سهلة معظم دول الخليج بتعاني من إشكاليات في الخلافة هذا غير الضغط الإقليمي تقصلي توريث الحكم توريث الحكم هذا غير أن أمريكا بتنسحب من العالم وبتكفل ملفاتها في كل مكان في العالم فبالتالي هم يبيرقدوا حماية القوى العظمى بيشعروا أنهم مكشوفين إلى حد كبير في منظومة إقليمية فيها صراع ومنظومة إقليمية جديدة تلها شاشة وهم دول معظمها لا تمتلك جيوش قوية في وقت أنها دول غنية أستاذ ميسا شجاع الدين اسمحي لي بسؤال قد لا يرضيك كمرأة يمنية وكصحفية حتى تشعري بإحساس وطني كان لدينا حركة نسائية محترمة في الحقيقة خلال آخر ربما 25 سنة في اليمن وقبل ذلك لكن ما بعد الوحدة اليمنية إلى ما قبل هذه الحرب كان لدينا حركة حقوقية حركة نسوية حركة صحفية نشاط اجتماعي مجتمع مدني تشكل تبخروا جميعا في زمن الحرب أين أنتم؟ الحرب جرفت الأشياء كثيرة يعني تراكمات بدأت مرحلة الاستقرار النسبي ولن أقول الاستقرار الشامل كان في دورات صراع يعني مثلا حرب 86 حرب 94 لكن لم تمر اليمن بحرب طويلة فظلت بلد فيها شبه استقرار خلق طبقة وسطة خلق حركة مدني في مرحلة لاحقة كان هذا الحركة المدني كان ظاهر وواضح من بعد سنة 2000-2006 ثم وصل لذروتها في 2011 خلق شكل مشكلة الإعلاء طبعا الوحدة أيضا يعني حصل اللي هو التعددية الحزبية وحرية الصحافة صح أنه حصل تراجع بعد 1991 لكن لم يكن تراجع نهائي وظلوا اليمنين يستثمروا في هذه المساحات الجيدة التي خلقها هذا أنا أقدر أقول تشكل الطبق الوسط قدر من الاستقرار أيضا خلقها أيضا التجمع الذي حدث يعني المجتمع الهجينة التي تشكل داخل صنعة اليمنين من كل مكان من كل طيف من كل منطقة تشكل مجتمع يمني ما قدرش أقول متجانس لكنه كان فيه اختلاط أقدر أقول فيه قدر كبير من يعني التفاؤل كان وقتها ممكن نقول على هذا الاختلاط اليمني لأن اليمني كان كل واحد في منطقتها يعني دولة يعني كانت تعاني دايما من ضعف المركزية بسبب أنه جغرافيتها صعبة الناس صعبة أنها تتنقل من منطقة لمنطقة كان سؤالي أستاذ ميسا في أنه نستطيع قراءة ضعف الشرعية لأنها سلمت قرارها بشكل كامل للسعودية أو الطرف الذي سلم قراره الإمارات وبالتالي الشرعية بلا قرار ونستطيع أن نتفهم أن الحوثي جماعة من الماضي تعيش بالسلاح تتنفس بالسلاح لا تستطيع أن تعيش بغير السلاح وأكثر تهديد لها هو السلام نستطيع أن نتفهم التراخي المجتمع الإقليمي وإهمال المجتمع الدولي للقضية اليمنية لأننا مجرد بيدق صغير في لعبة الأمم لكن كيف نفهم هذا الدور الهزيل والعدمي تقريبا للأحزاب اليمنية للمجتمع المدني أين نقاباتنا؟ أين أنتن الحركة النسائية والمثقفات؟ النخبة النسائية اليمنية؟ تقريبا بلا صوت بلا صوت تماما زملاء الصحفيون لا يتحدث إلا من وجد في أماكن محددة لها غطاء سياسي أو ربما دعم من حكومة وما إلى ذلك النخبة المستقلة نقابة الصحفيين اتحاد الأدباء والكتاب اليمينيين النخبة النسائية اليمنية كلكم تقريبا بلا حضور لماذا؟ أولا لابد أن نؤكد أن حصل لهذه النخبة الكثير منها تم توزعت ولااتها لأسباب مناطقية لأسباب لها علاقة بأنهم كبشر يريدون من يستطيع أن تمويلهم فهذا جزء من الإشكالية طبعا أقدر أقول أنه في مرحلة من المراحل في تاريخ اليمن في الستينات مثلا أستطع بعض المهاجرين اليمنين المثقفين أنهم يقوموا بإنتاج ثقافي وتعريف بقضية اليمن مثل الزبيري مثل النعمان وغيرهم من خلال إقامتهم في مصر لكن أقدر أقول أن هذه المساحات لم تعد مفتوحة بشكل كبير يعني صعب الحراكة الآن في مصر لأنه الآن مصر بسبب الهواجس الأمنية للدولة المصرية مثلا وهي أكبر تجمع المثقفين والإعلامين اليمنيين في بعض الدول تستضيف يمنيين لخدمة أجنداتها في بعض اليمنيين متوزعين في أوروبا وهم لاجئين لاجئين وتحت وطأة إجراءات الهجرة والأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيمروا فيها ظروف لاجئ ظروف لاجئ في النهاية فبالتالي غير نكون مبالغين إذا افترضنا منهم الكثير لكن أقدر أقول في محاولات فردية من هنا وهناك في تيارات نسوية هنا وهناك وأتصور أنها بتحاول تبذل جهدها من خلال الإنترنت في السوشيال ميديا وحضور مقابلات الزوم وما إلى ذلك لكن هذا الحركة أتصور أنه لم يختمر بشكل جيد ليس فائل ليس مؤثر بعد لا يزال يعني مجرد تواصل هم مجرد تواصل لكنه أولا أنا ما حبش أستهين فيه أيضا لست أستهين أنا أحفظ قدرهم ومقامهم جميعا وهم على رأسي من فوق أتحدث عن الفعل وعلى الإنجاز الإنجاز بسيط داخل اليمن يعني الإنجاز الفعلي هو لازم يكون داخل اليمن عمليا وليس خارجها خارجها ممكن يكون إنجاز مساعد إنجاز يقوي ممكن يكون فكرة تحاول تساعد تدعم لكنه لا يمكنه أن يقدم ما لا يمكنه الإنسان أن يقدمه داخل اليمن أي عقل أن كل الأحزاب والنقابات والمؤسسات والنخب فرادة ومجتمعين عاجزين عن الفعل وتسجيل الموقف ولعب أي دور ممكن أنا أقدر أقول لك أن هذا فعلا محبط بالذات من ناحية الأحزاب خصوصا إن الأحزاب اليمني كانت في لحظة من اللحظات تعتبر كانت حالة حزبية تعتبر قوية جاسا ببقية الدول العربية وهناك أحزاب كانت تمتلك كوادر كثيرة وعددها كبير لكن أتصور كل الأحزاب اليمنية عندها أشكالية حقيقية على مستوى القيادة في فجوة ما بين القيادات وما بين الكوادر وهذه الفجوة تساءت أو تدهورت أكثر مع الحرب أولا بسبب أنه القيادات معظمها صارت خارج اليمن هذا جزء والكوادر طبعا انتشرت في أرض الله وبعضها في اليمن لكن قبل ذلك قبل هذا أصلا شيخوقة القيادات أنا أتصور أنها كانت إشكالية فعلية أنت بتكلم على قيادات بعضها يعني معظمها لما احنا متكلم على من مخلفات الحرب الباردة بالضبط من زمن الصراع بين الشيوعية والرأسمالية بالضبط أنت لما تتكلم عن قيادات حزب الأصلاح الاشتراكي كلها بهذا المنطق يعني كلها محملة بهذا إرتد الصراعات القديمة وهي لا تتعي طبيعة الصراع الحالي أستاذة ميسات شجاع الدين ما الذي يمكن تداركه في ملف اليمن أتصور أنه اليمن الآن في وضع صعب يعني يبدو كأنه كأن نحن نمشي في طريق مسدود وأخشى أن اليمن يعني أنا أراه في غانستان الآن الفغانستان من سنة 79 في حالة احتراب يعني أخشى أن نحن عقد ورا عقد يعني بنتكلم على أكثر من أربعين سنة بلد في حالة احتراب أخشى أن اليمن تدخل في هذا الدوامة المقلق في ملف أفغانستان بالنسبة لنا في اليمن أنه ليس في أفغانستان شيء يشبه اليمن ومع ذلك هذا القنون لحركة طالبان عبر ميراثها حتى اليوم إذا بها تقدم اليوم كحركة تحرر وطني وهذا النظام الذي دعمته أمريكا بأكثر ربما من 2 تريليون دولار ومع ذلك يتدعى ويتركه العالم أعزلا بتهمة الفساد ثم إذا بنا نجد أنفسنا نلتصق مخاوفنا تلتصق بالمشهد في أفغانستان ما الذي استجدت؟ أولا هي أفغانستان أوكي هي بلد طبيعتها جبلية شبيهة باليمن ببعض الأمور يعني طبيعة الدول الجبلية الحكومة المركزية فيها ضعيفة المنية الجبلية بتكون قوية يعني هذه بعض الأشياء مشابهة أنا أقصد المشهد الداخلي السياسي الاجتماعي الثقافي المعرفي لكن طبعا في فوارد كبيرة في فوارد كبيرة هذه بلد حصل فيها اشتياح سوفيتي يعني إمبراطوريات كثيرة مرت عليها الوضع مختلف في اليمن أتصور اليمنين أكثر حظا منهم في بعض الجوانب فيما كان طبعا فيما كان لكن أنا هنا أقول أنه فكرة عدم الاستقرار يعني أنت مثلا لو تكلمنا عن العراق هو من الثمانينات في حرب ومن التسعينات هو في بلد في حالة بائسة جدا يعني فكرة أنه في دول تدخل نفق لا تنتهي منها بسهولة أنا أخشى أن اليمن بتدخل هذا النفق وأننا لازمنا في العقد الأول ممكن ندخل في الثاني يعني أنا أخشى على اليمن ذلك خصوصا أنه في هذه الحالة بيتشكل جيل في وسط الحرب لا يعرف شيء غير الحرب في هذه الحالة ما الذي يمكن تداركه؟ أنا أتصور الذي ممكن نداركه حاليا أنه إذا في مجال المناطق اللي خرج سيطرة الحوثي إصلاح وضعها هذا حيكون شيء جيد جدا أنا أتصور أنه ممكن نطور كثير على المستوى المعرفي يعني على مستوى التطوير من الإنتاج المعرفي عن اليمن لأننا نتكلم عن مجتمع بيمر بتحولات كبيرة حدثت فيه تغيرات كبيرة من عام 62 للثورة الجمهورية حتى الآن ولكننا لا ندرس هذه التحولات فبتصور أنه إذا إحنا قدرنا نطور من هذا الإنتاج المعرفي قدرنا نطور من قدرتنا على التواصل ما بين الداخل والخارج سواء على مستوى التيارات المدنية أو العمل النسوي هذا ممكن يخلق حراك أو ممكن يخلق شيء نقدر نبني عليه شيئا في المستقبل أنا حينما سألتك سيدتي عن ما الذي يمكن تداركه في الحقيقة يعني السؤال الذي ينبني على مثل هذا الطارح هو أنه هل هناك مجال لتسوية سياسية أو مصالحة وطنية في اليمن هل يمكن أن تسعى السعودية وإيران لوضح حد لهذه الحرب أم أن هذه الحرب هي استثمار سعودي إيراني ولا يملك اليمنيون إيقاف حركة استثمار إيران والسعودية في اليمن أتصور الحرب ممكن تتهيب تسوية ما بين السعودية والحوتي هذا الذي أخشى يعني هذا الأقرب للواقع ما هو الأقرب عفوا؟ الأقرب للواقع أن الحرب تنتهي بالتسوية ما بين الحوثي والسعودية وليس ما بين الحوثي وبقية الأطراف الداخلية لأن الحوثي يرى نفسه أقوى من أنه حتى يتجه لتسوية مع أطراف داخلية فبالتالي أنا أخشى من هذا الشيء أخشى منه ومن ناحية أشوف أنه ممكن يكون لو استطعنا استثمارها ممكن يكون بادرة جيدة من ناحية أننا نسقط ذريعة الحوثي في أنه لديه حرب أنه لديه حصار وبالتالي قدرة على التحشيد تنخفض وقدرة على التبني خطاب وطني تنخفض لكن أخشى أن هذا الوقف الحرب بهذه الطريقة يؤدي إلى تسليم الحوثي إلى تسليم اليمن للحوثي وبالتالي لإيران مش مهم إيران يعني المشكلتي مش هو البعد الإقليمي إشكالية الحوثي مش إنه هو تابع لإيران يعني هذه أحد الإشكاليات لكن الإشكالية الأكبر في نظري هي طبيعة مفهوم الحوثي للحق فكرة الحكم الإلهي فكرة الحكم السلالي فكرة الحكم الذي يعتمد على فكرة الماضي الدين أنه يتحدث بإسم الله عدم نموذج الحكم نموذج الحكم الذي لا يعترف بأبسط متطلبات التنمية التي تحتاجها اليمن بشكل ملح نحن دولة يعني متخلفة عن المتخلفين نحن دولة متخلفة حتى عن الدول المتخلفة غير جاهز لأي مسؤولية وطنية بالضبط هو لا ينظر للمستقبل هو ينظر للعالم كأنه حلبة صراع مستمرة الحوثي عندما يتحدث عن المستقبل يتحدث عن مكة وعن تحرير القدس ولكنه لا يتحدث عن مستقبل كيف ينمي اليمن كيف يطور اليمن كيف ينظر اليمن كدولة اليمنين ليسوا في مجاعة عمرهم الحوثي لم يحدث يوما أن تحدث عن كيفية حل مشكلة المجاعة في اليمن ولم يكن هذا الأمر يعني في يوم من الأيام فبالتالي أنا الذي أخشى هو عقلية الحوثي وطريقة تفكير أكثر من ارتباطها من بإيران طيب إلى أي حد أن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ستكون في مأمن إذا حكم الحوثي تبعا لحكم طالبان في كابل أهم ليسوا في مأمن تأكد إلا إذا كانت طالبان في كابل استطاعت أن تقدم للناس صورة أقصد المجتمع الدولي صورة وحدث أن رضي عنها المجتمع الدولي سيتراء لليمنيين وللحوثي تحديدا أن العالم سيرضع عن الحوثي ربما أولا حاليا أنت مصمم على المقارنة طالبان هي الآن الجيل الثاني ليس الجيل الأول الحوثي هو الجيل الأول الأكثر راديكالية بالتالي طبعا أكثر راديكالية وأكثر تموحا يعني بمعنى أنه الحوثي الآن ينظر إلى الإقليم يعني تطلعاته أن اليمن هي كأنها محطة ترازيت لانتصارات إقليمية وتوسعات إقليمية قادمة الفتحات إقليمية قادمة ومقبلة يعني فهو لازال حركة لا تكتفي بما حققته على المستوى الوطني ولا تعترف بالحدود الوطنية هذه كانت كابل هذه كانت طالبان في سنة 2001 عندما احتضنت القاعدة لكن هل هي ممكن هذه القوة عادة تتعلم كيف تحمي نفسها هذه الجماعات لا أقول أنهم سيتعلموا من ناحية نظرتهم للمرأة نظرتهم للحكم أتصور أنه عائدتهم الأيدولوجية نحو الداخل والحكم لن تتغير كثيرا لكن ربما للخارج لأن هذه الجماعة في مصلحتها التي تخصها هي كجماعة تتصرف ببراغماتية شديدة فيما يخص مصلحتها كجماعة وفيما يتعلق بجماعة الحوسين أتصور أنه عندهم تطلعات لخارج اليمن هم دائما يصروا حب هذا ولازال هذا الخطاب مسيطر عليهم هم ممكن دول مجلس التعاون الخليجي ليست في مأمن حقيقة لا يعنيني أمرهم كثيرا يعنيني أمر اليمن أكثر منه طيب لست في الحقيقة مهتم أن أشغلك بما يعنيك أو لا يعنيك أنا وإياك معنين بملف اليمن التحالف العربي الذي بقي منه السعودية والإمارات في اليمن هل هو مستقبل مع اليمن ولليمن مستقبل معه لا أتصور بهذه الطريقة لا أتصور لأنهم أولا يبدو أنهم بلا خطط بلا استراتيجيات بلا حتى قنوات تواصل ما بينهم يعني اليمنين رئيس عبد الرب منصور هادي لا يتواصل من هو المسؤول السعودي الذي يلتقيه يعني حاليا قبل عدة أسابيع قاب خالد بن سلمان وأصبحت يعني كأنه لقاء تاريخي في وقته المفروض أنه على تواصل مستمر مع قيادة السعودية من الصف الأول بشكل دائم لكن هذا لا يحدث فهذا معناها أنت بتكلم عن الناس لا يتواصلون مع بعض لا توجد خطط لديهم ولا أجد حتى إرادة واضحة يعني نحو حسم الحرب أو التوجه نحو السلم هو لا يهم أنت ما هو خيارك السياسي طالما أنت تقوم بهذا تمارس هذا العمل بجدية الفكرة هي عدم وجود جدية عدم وجود إرادة في عفعل أي شيء سيدتي أهم سؤال في هذه الحلقة أضع أمامك هو حديث القيادات العسكرية اليمنية في الجيش اليمني التابع للشرعية حينما نتحدث معهم فرادة أو حتى عبر وسائل الإعلام يتحدثون عن أن الجيش اليمني المتوفر بس حاليا لو تم دعمه فعلا لا غير المعادلة ولا أسقط نفوذ الحوثي إلى أي مدى تتفقين مع هذا المنطق؟ هذا صحيح أتصور أنه ممكن يكون صحيح أتصور أنه في عدم وجود قرار سياسي لحسم المعركة لا يوجد قرار سياسي ولا توجد إرادة سياسية لحسم المعركة فهذه الإشكالية الأساسية وليست نقص الإمكانية هذا الكلام إذا صح تحليلك هذا إذا صح فالمعنى أن هناك توجه لتسليم اليمن للحوثي تسليم اليمن للحوثي السنزافة اليمنين بشكل مطلق الشعور بأن الحوثي بشي طرف ممكن نتفاهم معه على الحدود وهذا حدث السعودية حصل أنها حصلت تفاهمات بينها وبين الحوثي والحوثي التزم فيها هذا المنطق أين مصلحة السعودية منه؟ بلد لديه هلال شيعي في الجنوب السعودي على مقربة من مخزون النفط العالمي في المناطق التي يتواجد فيها المدى الشيعي الخليجي حقيقة لا أدري ما الذي يفكر فيه السعوديين لا أتصور أنهم يخططون على المدى البعيد كمان أتصور أتصور أنهم في حالة من التخبط أتخيل هذا ولكن أتصور أنهم الآن القوة الأكبر في اليمن هم أولا لا يثقون بالحكومة الشرعية والحكومة الشرعية لا تثق فيهم وأيضا إضافة لأنهم لا يثقون فيهم وهم يتعاملوا معهم أقدر أقول بقد كبير من الاستهانة أو حتى الاحتجار يعني ماذا لو تم دعم الجيش الوطني في مواجهة جماعة الحوثيين؟ هل يثقون بهم بهذه القيادات العسكرية؟ السؤال من يثق بمن تقصده؟ وهل السعودية تثق بهذا الطرف اليمني أصلا؟ يعني هذه الإشكالية يعني فهأة ما البديل لعدم الثقة؟ البديل حكم جماعة الحوثي البديل هو حكم جماعة الحوثي؟ السؤال في الحقيقة لنا إذا افترضنا أننا كما ننظر أنفسنا صحفيين محترمين مهنيين محترفين لماذا نعادي جماعة الحوثي أو لماذا لسنا معها؟ ألا تعتقد أن الوضع الطبيعي أن نقول بأننا لا نشعر بأن الشرعية قادرة على حمل اليمن ولا نشعر بأن جماعة الحوثي بديل آمن هذا صحيح أولاً الشعوب بطبيعتها تتمحنا تتقدم للأمام يعني وليس للماضي الحوثي مثقل بالصراعات مثقل بالثارات مثقل بالشعور بالماضي والنظرة أنه استعادة أرث ينظر إليه أنه أرث طبيعي أرث الحكم يعني في اليمن وهو ينظر للأمور بمنطق يعني هو عملياً ينظر لها بمنطق قبلي جهوي سلالي يعني فهذه كلها إحنا تطورنا عن كده يعني كانت اليمن في مرحلة من المراحل تكلم عن الدموقراطية والانتخابات وكنا وصلنا إلى المرحلة الحوار السياسي كان أكثر تطور من ذلك فبالتالي نحن نرجع لهذا المستوى من الحوار السياسي بحد ذاته هذا الحد ذاته نكبة كبيرة سؤال الأسئلة أستاذ ميسى سجاعدين وهو ما أختم به هذه المقابلة بعد إذنك لضيق الوقت ما الذي لم نقوله بعد في حرب اليمن على مدى سبب السنوات هل نحن نقرأ الحرب اليمنية من الزاوية الغلط وبالتالي المقدمات الخاطئة تقود لنتائج خاطئة هل نحن نقرأ الحرب بطريقة صحيحة وبالتالي ما نقوله هو فعلا هذا هو واقع الحرب في اليمن ما الذي لم نقوله بعد كثير لم يقال عن حرب اليمن أتصور أن نحن محتاجين نتكلم كثيرا عن حرب اليمن ليس فقط معاناة الناس وهذا جزء مهم جدا نحن محتاجين نشوف ما الذي يحدث على أرض الواقع تحت التغيرات كثيرة على أرض اليمن بعضها سلبي بعضها إيجابي لكن لازم ندرس ما الذي يحدث في أرض اليمن ونكون مدركين له تماما حتى لا نتحدث عن شيء كأننا بعيدين عنه البعض يتكلم عن اليمن كأنه لم يحكم الحوثي بيتكلم عن كأنه لا يدرك حجم التغيرات التي تحدث في مناطقه البعض يتكلم عن الجنوب وكأنه الجنوب قبل سنة التسعين لازمنا مأسورين بصور نمطية أو نميل لتصورها عن اليمن والمفروض ما هو؟ المفروض أن نحن ندرس وضعنا بشكل أفضل من كذا وندرك أن نحن وضعنا أصعب مما نتخيل لأن العالم غير معني فينا والقوة الداخلية القوة النخبس السياسية اليمنية متحكم فيها قوة إقليمية كيف نستطيع أن نفرز قوة جديدة كيف نستطيع أن نفرز وجوه جديدة قيادات جديدة تيارات جديدة أفكار جديدة هذا هو المهم ميساء شجاع الدين أنا أقحمتك اليوم في كل شاردة وواردة ما الذي لم تقوله ميساء شجاع الدين في هذا الحوار وتود أن تقوله ككلمة أخيرة؟ أتصور أنه حرب اليمن ممكن نقول أننا فاقدين الأمل في الأطراف المختلفة لكن إذا فكرنا بشكل مختلف بأنه ممكن نفرز شيء جديد شيء مختلف واليمن هي دايما تتأثر بأي تغييرات إقليمية يعني أي تغيير إقليمي جديد إيجابي اليمن تتأثر فيه لما حصلت الجمهوريات اليمن تأثرت فيه لما حصل الربيع العربي في 2011 اليمن تأثرت فيه فهي بلد ديناميكي لشعب تواجل التغيير وليست بلد معزول عن إقليمة فأتصور أننا لازم نكون متنبهين لما يحدث داخل اليمن ومتنبهين لما يحدث في إقليمها ميسا شجاعدين أنا سعيد جدا أنك ضيفتي أعتذر عن كل هذه المضخة من الأسئلة التي أدوشت رأسك فيها شكرا لك ميسا شجاعدين سنلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة لك المحبة والاحترام مشاهدي الكرام ألتقي وإياكم في حلقة قادمة من البوصلة حفظ الله اليمن لكم محبة أنا عارف أسرني إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى